وصل الطفل درغام رفقة والدته إلى مركز علاج الكوليرا قادما من مخيمات النازحين حولته المشافي للمركز هنا بعد ظهور أعراض المرض عليه الإقياء ارتفاع درجات الحرارة علاوة على الإسهال الحاد أعراض لا تفارقه والله صار معه حالة إقياء وإسهال صار له هلق شيء عشرة أيام فعلها الحالة ما استراح خالص أخذنا على دكتور حولنا لهون على المركز من شان نداوي والحمد لله داويه هلق حعملو له تحاليل وكل شيء والحمد لله وضعه كويس ازداد الإقبال على مركز شام لعلاج الكوليرا في إدلب تحديدا عقبت سلزال المدمر وما نتج عنهم النازحين وستخوف القطاع الطبي المنهك من انتشار الوباء بعد موجة النزوح الجديدة طبعا بالبداية كان فيه بالكوليرا كانت الجائحة أقل من هيك زادت الجائحة بعد الزلزال سوى تأثير الزلزال على تصدعات المياه على زيادة تشرد الناس على زيادة المخيمات فهذا الشيء سأدى إلى أن الجائحة زادت أكثر من الحد اللي كنا متوقعينه طبعا هذا الشيء سأخذنا نفوت بأزمة نوعا ما 256 حالة جديدة مشتبها بإصابتها بالكوليرا و 567 إجمالي المعاينات الإيجابية في شمال غرب سوريا حسب شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة لم تنتهي الفرق الطبية العاملة في شمال غرب سوريا من علاج المصابين إثر الزلزال المدمر حتى بدأت الكوليرا تأخذ منحا تصاعديا سريعا وتتضاعف المخاوف من تفشي المرض في مخيمات تفتقر لأبسط مقويمات الحياة تفتقر مخيمات النازحين لمياه الشرب النظيفة علاوة على تشكل المستنقعات المائية وضعف البنى التحتية كلها عوامل قد تؤدي لانتشار الوباء في المنطقة مصطفى الخلف لقناة الرافدين ريفو إدلب